قبل ما نروح لحلقتنا النهاردة طبعا حديث الشارع الرياضي المصري والتونسي هو لقاء بكرة ان شاء الله مواجهة منتخب مصر امام تونس في بطولة كأس العرب ولما نقول كأس العرب ماشاء الله بطولة نجحة من اليوم الاول من الافتتاح مرورا بالمبريات بطولة نجحة بكل المقاييس لما نتكلم دايما عن مواجهات مصر مع تونس سواء على مستوى الاندية بنقول طبعا مواجهات فيها ندية مواجهات بتكون قوية وايضا على مستوى المنتخبات بكرة مباراة مهمة جدا لمنتخب مصر في مشوار بطولة كأس العرب لما بنتكلم قبل البطولة بنقول مين الفرق المرشحة للبطولة لما بنستعرض في البداية كل الفرق المشاركة في كأس العرب اكيد التوقعات كلها بتروح لمصر بتروح لتونس بتروح للجزائر بتروح للمغرب شفنا قبل كده الجزائر مع المغرب كانت مواجهة قوية جدا قلنا دي مباراة تستحق ان تكون النهائي فاس فيها الجزائر على المغرب بركلات الجزائر ايضا بكرة مباراة مصر امام تونس مباراة تستحق ان تكون مباراة نهائي البطولة دائما وابدا مباراة مصر مع تونس مباراة قوية زي ما بنتكلم نقول المنتخب المصري عنده عناصر تقدر تصنع الفرق سعيد جدا ايضا بمستوى لعب النادي الاهل محمد الشناوي اكرم توفيق عمر السلية ايمن اشرف حمد فتحي افشة محمد شريف بيؤدوا اداء اكثر من راع فرقين جدا مع منتخب مصر بنشوف كمان اكتشاف البطولة عمر السلية عمر السلية اداءه ما شاء الله في نص ملعب منتخب مصر بيصنع الفرق وكمان اكتشاف لقائد لمنتخب مصر محمد او عمر السلية تحس ان المدير فني داخل ارض الملعب توجهاته للعيبة القوة اللي بيلعب بيها الضغط اللي بيلعب بيها كمان الشخصية اللي موجودة في عمر السلية فرقة جدا مع منتخب مصر كمان لما بنتكلم واحنا شافين دي لقطات من المؤتمر الصح في النهاردة ميستر كروش مع عمر السلية ميستر كروش بيقول ان مواجهة منتخب مصر امام تونس مواجهة تكون يعني قوية هو اكيد دارس منتخب تونس وعارف انه ند او خصم قوي جدا فيستعد بكرة بكمل استعداده لمنتخب تونس